السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام وعزائي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري مرحبا بكل متتبع جديد على انضم القناة ديالي ورحب بك وأدعوك للشراك وتفعيل زر الجرس باش بقوة يسلوك جميع الفيديوهات اللي كنقدم قناة اللي غدي تلقى فيها إن شاء الله الفروض اللي غدي يعجبوك وغدي يزيد بك القدام ويزيدوا بالمستوى ذي اللي إن شاء الله ويجيبنوا قد من زيانة إن شاء الله في الفروض كذلك غدي تلقى دروس وكذلك غدي تلقى امتحانات الإشهادية بالنسبة للمستوى السادس الابتدائي والفروض بالنسبة لجميع المستويت إن شاء الله يا ربي اليوم إن شاء الله غدي ندير معكم النموذج رقم 2 من فروض المراقبة المستمرة مادة النشاط العلمي المرحلة الثالثة المستوى الخامس الابتدائي الدورة الثانية الموسم الدراسي 2021-2022 إذن بدأوا على بركة الله ندير بعديل الأنشطة نشاط باللغة الفرنسية وثلاثة دير الأنشطة باللغة العربية نشاط الأول هو هذا الخميات هي هذا ثلاثة دير النقاط جو كونسدر الملانج أو بلس سل دوني دون لتابلو سدسو جو كمبلت ستابلو بل باللغة دي مصمم كنت دون اعتبر جنو كنعتبر هادل الخالات ليميلانج ديالش الماء والملح دوني دون لتابلو سدسو لكين هنا هنا الماس تو يعني كتلات الماء هنا ماس دسل يعني كتلات الملح هنا ماس دو ميلانج يعني كتلات الخالات دونك كسون وادا سؤال جوكملت ستابلو بل كمبل هادلجد والبايش بل باللغة دي ماس مون كنت بالقيام دي الكتل اللي مكيناش يعني المفقودة هنا إذن ماس دو ماس دسل هذا ما سنجمعه مغادياتهم فعطونا ماس دو دو ميلانج بطبيعة الحال لأنه نحن نعرف بأن الكتلات تنحافظ عند مزج مكونات واحد الخالات إذن المجموع دي الكتل داك المكونات هي نفسها كتلة الخالات مفقود إذن هنا إذا كانت ماس دو 80 جرام وماس دسل 20 جرام فإن الماس دو هذا 100 جرام من طبيعة من طبيعة الحال 100 جرام 100 Gram إذا كانت 50 جرام م FEL مالا 25 جرام 50 جرام من طبيعة الحال ستكون 25 جرام لماذا؟ لأنه 25 زائد 25 قرام هنا 50 زائد 5 قرام تضع 55 قرام وهنا 80 زائد 20 قرام تضع 100 قرام يعني هنا السنتاج الذي يمكن أن نصل له هو الكتلة أن الكتلة لا تتغير مع خلط مكونات خليطين معين لا تتغير الكتلة الإجمالية لمكونات خليطين بعد خلطها مفهوم؟ جيد، سننذهب الآن إلى النشاط رقم 2 أضع علامة فيه أمام الجملة الصحيحة إذن عندي ثلاثة هذه الجملة سنضر علامة فيه أمام الجملة الصحيحة فيه تزداد كتلة حديد بعد انصهارها إذن قطعة هذه الحديد قطعة هذه الحديد هنا مثلاً إذا كانت فيها مثلاً مثلاً كيلوغرامين مثلاً 2 كيلوغرام سنضع من بعد ما تولي منصهرها تولي منصهرها وما تولي الكتلة نقصة مثلاً ولي فيها غير 1 كيلوغرام هذه عبارة خاطئة من طبيعة الحديد العبارة الثانية تنقص كتلة حديد بعد انصهارها إذا من بعد ما تنصهر أو ثانية القطعة هذه الحديد سنقص هنا سنقص سنقص أع الدين ماذا؟ もستخدم كتلة. كتلة قطع트 الحديد يعني ما الكتلة لا تتغير بعد تغير impulse حالة الفيزيائية يعني حالة المدى هنا المادة كانت صلبة سنقص تنيفها ما قادرة تغير القطعة ذها الا ما تتغير لأن الكتلة لا تتغير حالة المادة مازيان الهبرة الصحيحية هي هذه لا تتغير كتلة قطعة الحديد بعد انصحارها ندزل النشاط الثالث تبهوا معي دائما نشاط رقم ثلاثة أسأل بخط التقنيتين المناسبتين لفصل مكونات خليط متجانس إذن سنصل بخط التقنيتين المناسبتين جوجي التقنيات كيمكنوني من فصل مكونات خليط متجانس إذن لفصل مكونات خليط متجانس الماء والماء نستعمل تقنيتين إذن تقنيتين الماء والملح وهذا نضيفوا الملح إلى الماء ونحركم جيد هذا الملح يدوب في الماء على بalo يعني خالات ،وذلك خالات متجانسًا لا يمكن التفريق بين مكوناته بالعين مجردًا ليست ميز الملح عن الماء ، إلا إذا أم لا مشبع إذا لنفصلها في هذا الحال ، كيف يكون خالات متجانس لا يمكن التفريق بين مكوناته بالعين مجردًا كما نفصل ما بين المكونات ونحصل في الملح والماء مفروق U ثم ندري جزء الحقين� التقنيهவصله ما هو متقنيه الشيطان لا نتقدم loss التكاتف التكاتف وال خلفي 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 هر مغادر لا نتقدم organic من فصل مكونات الخليطان متجنس أما أن counting Anyway , والترشيح نقضي من فصل مكوناته الخليطانS غير متجنس لأنه MANDو lease نشاط الرابع والأخير نتبه معي دائما نشاط صحيح أو خطأ عليه جوجد النقاط كذلك أجبي صحيح أو خطأ إذا هنا عندي ربعات هذه العبارات وهنا سنكتب صحيح أو خطأ إذا كانت العبارة صحيحة سأكتبه صحيح وإذا كانت العبارة خاطئة سأكتبه خطأ من طبيعة الحل كتلة جسمين هي كتلته هنا العبارة خطأ هنا الكتابة خطأ هنا سنكتبه وزن جسمين وزن جسمين هي كتلته وإذا الوزن ديال الجسم هي الكتلة دياله هنا عبارة خاطئة خطأ لماذا؟ لأنه كان اختلاف ما بين الوزن والكتلة الوزن هو وزن الجسم أو قوة التي تفرض الأرض عليه هي قوة الجاذبية بينما الكتلة هي كمية مادة الجسم كمية مادته بالنسبة للكتلة الوحدة ديالها هي الكيلوغرام والقرام بينما الوزن ديال الجسم الوحدة دياله هي النيوتون ويحسبوه بالدينامو معطر بينما الكتلة تحسبوه بالميزان العبارة الموالية التبخر هو تقنية فصل مكونات خليطين متجانس التبخر يمكننا من فصل مكونات خليطين متجانس صحيح لأنه بطريقة ديال التبخر يمكنه من فصل مكونات خليط متجانس بحالة مثلا بحالة خليط الماء والملح الماء والسكر إلى غير ذلك يمكنه تسريع الذوابان بالتحريك فقط دان وش يمكننا نصرعو الذوابان فقط بالتحريك يمكننا نصرعو الذوابان ديال واحدة جسم صالب مثلا في واحد السائل بالتحريك وكذلك ورفع درجة الحرارة وفي الحرارة وبالتالي هنا هذا عبارة هذه خطأ خطأ لكي تكون صحيحة سنزيد هذه الجملة المحلول خليط غير متجانس المحلول هو خليط غير متجانس واذا هذا عبارة صحيحة ولا لا لكي نسميه واحد خليط عبارة عن محلول فصل طبيعة الحال يكون متجانس يعني لا يمكن التفريق بين مكوناته بلعين مجرد إذا المحلول هو خليط متجانس وليس العكس إذا هنا عبارة خاطئة خاطئ المحلول خليط متجانس وليس غير متجانس وبهذا سنكون مثل الفيديو اليوم اللي كان يخص فرض من فرض المراقبة المستمرة مادة النشاط العلمي مستوى الخامس بدائي الموسم الدراسي 2021-2022 النموذجر قم 2 كنتمنى انكم بديدوا الدعم وقناة التربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس واشتراك بالفروس لكم جميع الفيديوهات اللي كان قدم كنتم معكم من الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة